اشتركوا في القناة وأول هدف الفيتشارز هي التحسين في الام تيكست حيث نستطيع الآن التحكم أكثر في شكل الام تيكست وذلك عن طريق وضع هوامش للأسطر وتغيير شكل نافذة الام تيكست ولكي نرى ذلك دعنا نذهب إلى دروت البار ثم نضغط على الزر ام تيكست ونقوم بتحديد ركني المستطيل الذي سيحتوي النص فنلاحظ الآن ظهور مصطرة بها مؤشران في اليسار وذلك لتحديد هوامش الأسطر دعنا نقوم بكتابة الجملة ثم نضغط Enter ونكتب and less stated otherwise دعنا نقوم بتجبير حجم النافذة عن طريق سحبها من الإطار الخاص بها من ناحية اليمين والآن يمكن إضافة هامش لأول سطر وذلك بوضع المؤشر داخله ثم الضغط على المؤشر العلوي والسحب إلى ناحية اليمين فيتم إزاحة أول سطر بنفس المسافة التي تحركناها ويمكن أيضا التحكم في شكل البراغراف وذلك عن طريق الضغط بالزر الأيمن داخل النافذة بعد اختيار النص ومن القائمة التي تظهر نلاحظ أنه يمكن التحكم في ضبط النص وذلك عند اختيار الأمر justification فتظهر لنا قائمة فرعية بها الاتجاهات المختلفة لضبط النص كما يمكن أيضا تغيير حالة الأحرف من capital إلى small وبالعكس وذلك من خلال الخيار change case ثم upper case فيتم تحويل الأحرف كما نرى ومن text formatting toolbar يمكن التحكم في نوع الخط المستخدم وحجمه ونمطه ولونه مثل ما نفعله في أي برنامج للكتابة مثل الورد أو النوت باد دعنا نضغط على الزر OK لوضع النص بالتنسيق الذي اخترناه داخل الرسم والإضافة الجديدة في الأوتوكاد جاءت في تحسين الأوامر undo و redo حيث كان في كل الإصدارات السابقة للأوتوكاد يسمح فقط بالتراجع مرة واحدة وذلك عن طريق الأمر undo ولكن في هذا الإصدار يمكن عمل أكثر من undo ثم أكثر من redo ولكي نرى ذلك دعنا نقوم بإنشاء ملف جديد ثم نقوم برسم خط ثم دائرة ثم مستطيل بعد ذلك دعنا نذهب إلى undo icon ونضغط على السهم الصغير بجانبه فتظهر لنا قائمة بها ال actions التي قمنا بأدائها نقوم بالتحرك داخل هذه القائمة لنختار أكثر من action ثم نضغط عليها فيتم التراجع عنها في هذه اللحظة يصبح الزر redo نشطا نقوم بالضغط على السهم الذي بجانبه فتظهر لنا قائمة ال actions التي تراجعنا عنها نتحرك بالموس عليها ثم نضغط على آخر action فيها فيتم إعادة تنفيذها مرة أخرى كما هو واضح أمامنا كما يمكن الآن من خلال الإصدار 2004 من الـ AutoCAD تكبير مساحة رؤية ملف الرسم ويتحقق ذلك بوسطة إخفاء كل الطول بارز وذلك لتوفير مساحة رؤية أفضل للملف ولعمل ذلك نضغط على المفاتيح control وصفر فتختفي كل الطول بارز وهكذا كما نرى أمامنا ما عدا ال command window دعنا نضغط على control ثم صفر مرة أخرى لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه ومن أهم الإضافات الجديدة داخل الـ AutoCAD هي إمكانية التعامل مع الألوان True Colors حيث استطاع الـ AutoCAD التخلص من 256 لون المرتبطين بكل الإصدارات السابقة وقام لأول مرة بإدخال True Colors داخل نوافذه حيث يمكن الآن استخدام True Color التي تعتمد على نظام RGB أو نظام HSL Hue Saturation Luminance وهذه أنظمة التعامل مع الألوان داخل برامج الجرافيكس العديدة كما يمكن أيضا اختيار لون من الـ Color Box والذي يحتوي على أنظمة متعددة من الـ Box ولفتح نافذة الـ Color Box نقوم باختيار الخط الذي قمنا برسمه ثم نذهب إلى القائمة Color Control ونقوم بفتحها ثم اختيار آخر عنصر فيها وهو Select Color فتظهر لنا النافذة Select Color حيث نجد في أول تاب داخلها مجموعة الألوان التقليدية للـ AutoCAD ثم في التاب الثانية تظهر لنا ألوان الترو كالر بفتح القائمة Color Model نرى أمامنا نظامي الألوان HSL و RGB وهما المتعارف عليهما في عالم الجرافيكس دعنا نقوم باختيار RGB فيتم تحويل النافذة إلى سلايدرز للألوان الثلاثة الأساسية كما هو واضح أمامنا أما في التاب الثالثة فتظهر لنا قائمة الـ Color Box والتي نجد فيها الأنواع المختلفة للألوان من النظم Pantone و RAL ويمكن أيضا اختيار اللون عن طريق الضغط على الشريط الرأسي الموجود أمامنا ثم نقوم باختيار الدرجة من الخيارات التي تظهر بجانبه كما نلاحظ ظهور الـ RGB المناظر لهذا اللون أعلى منطقة الـ Preview دعنا نقوم باختيار اللون المطلوب ثم نضغط OK لتغيير لون الخط كما هو واضح أمامنا وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر